الحائم دايماً كل سنة في دراما رمضان بنشوف نجوم وفنانين وممثلين كتير نقدر نقول عليهم ممثلين من العيار التقيل وجودهم في أي فريق عمل داخل المسلسلات ليه طعم كده مختلف ولون واضح جداً ومن الفنانين دول الحقيقة اسم يمكن كان عليه حديث كتير على السوشيل ميديا وفي كل مكان خلال رمضان السنين اللي فاتت وهي الفنانة الجميلة زينة منصور أدوار تقيلة وشخصيات كده من روح الشارع المصري وتحس أنه فيه تمكن من كل شخصية يمكن حتى هي رمضان اللي فاتت كانت في حق عرب وتحس كده أنها الشريرة بودم خفيف حاجة من ريحة المليجي كده وهي طبعاً لأنها ممثلة مصرح في الأساس فده بيانعكس على اختياراتها بشكل كبير وعلى التمكنها من الأدوار خلونا نرحب بفنانة زينة منصورة لمنورانا النهاردة وكانت عاملة ألأ في رمضان اللي فاتت محاسنة أهلاً بيكي ببنورانا بيكي هادير وأنا مبسوطة جداً أنه أنا في تلفزيون المصري وفي القناة الأولى لأن يعني مسبيره ده من كان حلم أي فنان أنه هو ييجي ويصور فيه أو يسجل فيه فأنا مبسوطة جداً أنه أنا معيكي ومرسي على المقدمة الحلوة دي ده حقك يعني تستحقي بأكتر الحقيقة ومبروك حق عرب وشخصية ما حاس أنك أتعاملة ألأ طول المسلسل والسر كده اللي هي مخبياة وكل شوية بتهدد بيه بتكسب بيه بتكسب بيه ولسه كنت بقول هي شخصية تبدو شريرة لكن عندها خف الدم تخليكي طلوقت مشدودة أنك تتفرق عليها ما تكرهيهاش يعني هي ست مستغلة جداً وهي ست يعني عارفة يعني يعني أن أختها ماتت ومين اللي قتلها ورغم كده لا هي مش مهم هي عايزة فلوس يعني هي أهم حاجة عندها الفلوس مادية بحتة مادية حقيرة الاستمرار في العمل مع أحمد عودي ما شاء الله يعني كانت مضار بنار وبعد كده حق عرب عايزة عرف ترشيح الجيز زي للدور والكواليس كده الاستمرار مع أحمد العودي هي نفس الشركة متحدة برضو فالشركة كانت مرشحاني الدور ده تخيلي هنا في البداية ما كنتش عايزة أعمل الدور ده يعني قلت له ليه ليه هقولك أنا أول ما بجابوا الوراء كانوا كدين مثلا لست الحد الحق التسعة أنا بظهر في السبعة فقلتوا إزاي أنا بقى أزهر في السبعة بقى إزاي بقى أنتوا بقى السنة اللي فاتت من الحلقة الأولى وبتاع وكنت بقى برضو وأستاذة ياسمين وأستاذة أحمد وأستاذة أحمد وإزاي دلوقتي تدوني بس أول معريض من أول البداية قلت يا نهرب والحد الآخر هي في الحدوتة يعني السر المسلسل في المؤلف الأستاذ محمود حمدان قال لي تقالي وجي المخرج برضو قال لي زينة الدور ده مهم جدا الدور ده مش أي حد يعمله فلازم تركيزي ولازم مش المهم تزهر من البداية لأنه كان معروض علي أدوار تانية في نفس المسلسل أو يعني قالوا لي تب تعملي مش عارفة إيه تب تعملي أقسم بالله أول ما بدأت أركز مع محاسن لا قلت لا يعني ده مش ممكن أنت هي صحيح بس هي شخصية لا شخصية وركبة اللهم لك الحمد يعني ده كان توفيق من عند ربنا وكان في نفس الوقت يمكن أنا ربنا كرمني السنية دي وعملت شخصية كويس وعملت كذا شخصية السنية دي كويس فالحمد الله والشكر الله يعني التحضير للنوعية دي من الأدوار اللي هي شوية فيها روح الشارع المصري بيكون إزاي بس يا هادير هقولك على حاجة أنا أصلا بنت الشارع المصري ومصرية حتى النخيعة وأساسي أساسي من منطقة شعبية وأنا بنت اسكندرية فصحيح ما يعني ما عادتش كتير في اسكندرية يعني أنا مثلا من صغري جدا وأنا عايز أمثل وعايز أجي القاهرة وعايز أروح وعايز أجي وعايز أبدأ بقى فاكرة بقى الموضوع سهل يعني فهم فبشوف إلى الآن ما بعودش ما بنعزلش يعني أنا بنزل كل يوم وبنزل أقضي حكتي بنفسي فبشوف الكاراكتاب بشوفهم والله وهما بيجولي يعني سبحان الله فبخزن في الزكرة يعني محاسن دي أنا شايفها دي شخصية كانت عندي يعني كانت فعلا هو فيه إيه هو أهم حاجة الفلوس وفيش أي مبادئ في أي حاجة في الدنيا ففيه دي وفي ضرب نار كان فيه ست دي يعني عارفة وفي هذا المسأل كان فيه ست اللي هي دي يعني هو كلهم شعبي أو كلهم مثلا من اللي هو الشارع المصري لكن مع اختلاف إحساس كل شخصية وتفكيرها ونوعية وعقليتها وطرقتها وطريقة استعابها بقى للحياة فكل واحدة أنا بقول لا هي كده من خلال الورق طبعا بس بقية بس تحضر بقى يعني عارفة اللي هو الكاراكتر هيبقى إزاي وانس أن أنا فهمت الكاراكتر لبسته حسيت أن أنا أنا خلاص زينة مفيش زينة خالص فيه محاسن دي محاسن دي هتتكلم إزاي كما تيجي نشوف مشهد كده المحاسن ونرجع تاني نكمل كلام نعم نشوف محاسن ترجمة نانسي قنقر